الحقيقة قبل ما اروح لأخبارنا ونتكلم فيها لازم طبعا يعني اقدم خالص التعازي طبعا في وفاة أحمد رفعة لعب كرة القدم الحقيقة اللي وفاته المنية طبعا وأكيد كل مصر بتتكلم والحقيقة متعطفة معاه بشكل كبير رحمه الله وربنا يخفره ويجعل كل اللي شافه آخر 3-4 شهور أكيد في ميزانات حسناته ويكون إن شاء الله طريقه للجنة لأنه الحقيقة الولد ما فيش حد يتكلم عنه كلمة يعني غير بذكره بكل الخير فالحقيقة احنا مش زعلانين طبعا احنا متأكدين إن هو أكيد في مكان أحسن بكتير ولكن النهاردة أنا عايز أشير لحاجة يعني يمكن بعض القنوات ما أشارتش ليها حالة أحمد طبعا يعني كثيرين وزملاء كثيرين في الإعلام الرياضي تكلموا عنها ولكن أنا هبص من منظور أوسع وأشمل وأعم الحقيقة الرياضيين بشكل عام الناس بتبص إن الرياضي بينال قسط كبير من الشهرة بينال أموال طائلة من خلال تعاقدات ما عندها كبير أو حتى عندها صغيرة بيبقى معاه فلوس كتير أو هو صغير ولكن الناس بتغفل عن قدر المعاناة اللي بيعنيها هذا اللعب صدقوني ما فيش رياضي على وجه الكرة الأرضية أيا كان حط عينك على نجوم ريال مدريد نجوم برشلونة رجوم كرة السلة في أمريكا ليه رحلة عذاب وكفاح رهيبة استطاع أنها يعد من عقبات لا يتخيلها بشر عشان يوصل اللي هو فيه الرياضي ليست أو الرياضة ليست المهنة الأمثل زي ما الناس كلها متخيلة أنه طبعا أنا نفسي أطلع لعيب كورة نفسي أخد فلوس نفسي أكون مشهور هناك فيه أمور كتيرة وضغوط بتعرض لها اللعب أنا نفسي تعرضت لضغوط كبيرة وأنا بلعب كل الرياضيين أنا بتكلم واحد رياضي ولعب على مستوى منتخبات مصر أنا بقول لكم أن الموضوع شاق جدا 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 وفيه في السكة بيسقط ناس كتيرة وتفضل أنها يتبطى الرياضة من حجم الضغوط اللي بتواجهها ما بالك لو أنت الضغوط دي بتواجهها كنت بتلعب في نادي كبير زي نادي الأهل أو أنديها كبيرة جماهرية مطالب منها تحقيق بطولات لا حجم ضغوط لا يتحمله بشر فالنهاردة قال لنا شايفه مهما أخد اللاعب من أموال مهما أخد من شهرة هو جزء بسيط جدا مما يتعرض له من ضغوط ما يتعرض لاش أنت لو النهاردة طبيب أو النهاردة أنت مهندس أو أي وظيفة أخرى أنت راجل بتأدي وظيفتك وبتمشي راجل بتأدي آه فيه ضغوط العمل ضغوط الاستمرار في العمل ضغوط ضغوط ولكن الضغوط النفسية الرهيبة بتبقى مش بالشكل ده آه فيه يعني زي ما بيقولوا مهن بيبقى فيها ضغوط كبيرة ولكن أتصور عن تجربة أن الرياضين بتعرضوا لضغوط نفسية لا تحتمل طيب حاجة تانية بتعرض لها اللاعب اللاعب عمره قصير مهما كان مش عمره يعني حياته لا عمره في الملاعب قصير النهاردة اللاعب لما بيوصل بيعدد 30 سنة وبنغمض نفتح على فكرة بيلاقي اللاعب عدد 30 سنة ولعيبة كتير جدا أنا فجئت من سن أحمد الله رحمه ورحمة الله عليه أنه وحي 30 سنة إحنا أنا كنت متخيل يعني أنه هو 28 27 إذن عمر اللاعب بيتسرق في ثواني في أيام معدودة بيلاقي نفسه عدد 30 وبعد 30 وما أدرك ما 30 كل اللي حواليك بيبتودوا صنفوك إن أنت لعيب كبرت وأنا واحد من ناس عانيت من ده أنا لعبت لغاية 37 و38 سنة وكنت بلعب سنة بعد 30 كل سنة بلعبها بعد 30 بلعبها بكفاح وتعب وإثبات ذات ولازم تكون أفضل من اللعبها الزغيرة أنت وانت طالع صغير عندك 23-24 سنة ما انت الشاي الهم حاجة لو لعبت موسم وحش فأنت الناس بتلتمس لك العزر الناس بتقول لك والله لا ده لسه صغير لسه قدامه إنما لما بتعدد 30 سنة وعملت موسم وحش زي ما أي لعب صغير ممكن يعمله بتبتدي السكاكين هنا تتحطي لك ويتقال لك لا ده لعيب كبر ده لعيب مش قادر يقدي ده مش قادر يجر رجله في الملعب في حين الحقيقة مش كده فأنت النهاردة مطالب منك في هذا السن إن أنت تبزي المجهود مضاعف عن اللعيب الزغير وإنت صغير عملت تبزي المجهود مضاعف عشان تسبت نفسك وتلاقي مكان وسط الكبار ولقيت المكان وسط الكبار ما بتلحقش سنتين تلاتة تتهنى بيهم وتغمض وتفتح تلاقي نفسك بيت فوق التلاتين وهم أدرك فوق التلاتين فوق التلاتين كل سنة بتلعبها بتلعبها بكفاح وضغوط وطيار شريك جاي في وشك إن انت كبرت إن انت لا محتاجين نغال لا ده فيه لعيبة ظهر منك بعشر سنوات ما انت واحد تلاتين سنة بقى فاللعيبة اللي طلع طلع 21 سنة فيتقل لك والله ده لعيب صغير ده عند 21 سنة تلاقي نفسك بتنافس لعيبة الفرق بينك وبينها عشر اتناشر سنة وبتلاقي مش بس المنافسة وشرف المنافسة لا ده انت بيجي في وشك طيار من الجهاز الفني ومن المتابعين والنقاد واللعيب ده كبر فاللعب النهاردة بيتعرض لضغوط كبيرة جدا فرفقا يا جماعة ده غير طبعا لما يكون لعب بيلع في رادي كبير ولا يوفق في مباراة مثلا كرة القدم حط درب الجزاء برا على كمية الهجوم اللي بيتهاجمه على سوشيال ميديا وعلى الصفحات وعلى 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 ده الوحده يعني كفيل انه خلي اي لعب يبطل ما بالك بقى بلومه نفسه واعتابه على نفسه وانه عايز يبقى احسن وانه 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 الحاجة التانية اللاعب دي اللي أنا كلمت في حاجتين الضغوط الرهيبة اللي بيقابلها اللاعب وان اللاعب عمره في الملاعب قصير الحاجة التالتة وهي انه اللاعب لازم يتعامل يبقى عنده يعني فرصة انه ما عندهش فرصة يعود اللاعب ما عندهش فرصة يعود ممكن كرة لقطة لعبة تفني حياتك بالكامل الرياضية وتحكم عليك من انت تبطل يعني بطولها مهمة جدا وانت داخل تلعب درب الجزاء حيوية جلتها هتلاقي نفسك هجوم رهيب عليك انت محتاج هتلاقي نفسك الحل الوحيد انت تبعد عن الملاعب ويفضل الناس حارس مرمى دخل فيه جنب بشكل معين هتلاقي عمرك كله بيتاردك هذه اللعبة او هذا الخطأ كل ده في كل الالعاب على الفكرة مكلمش بس بكرة القدم فالنهار ده اللعبة بتتعرض لضغوط كبيرة جدا ضغوط لا يتحملها بشر فيا جماعة رفقا باللعبين لو لدينا لعب مش موفق بلاش نجلده بلاش يعني نكون قاسين على اللعبة بشكل كبير رفقا باللعبة انت ممكن بكلمة تكتبها على السوشال ميديا تجرح شعور لاعب وتأذيه وتخليوش ينام طول الليل طب ليه لازم نتعلم وناخد الدروس من موقف احمد ان احنا ما نبقاش ابدا السيف والجلاد على اللعبين رفقا باللعبين ما فيش لعب عايز يلعب وحش ما فيش لعب مش عايز يبقى احسن بالذات اللعبة اللي بتوصل لمستوات منتخب مصر وغير لازم نكون رفقا باللعبين ما نقفش في مستقبل لعب اللعب النهاردة ليه مستقبل ما نقفش ما نقهرش لعب او ان احنا نحاول نقصر على قرار اللعب او ان احنا نقوله لأ انت مش هتلعب هنا خلينا نتعلم من اوروبا ان هو اللعب هي في الاول والاخر لعبة مش عايز يبقى متواجد شفنا من بابي النهاردة لعبة كثيرة جدا جير كده وعندك كريستيانو رونالدو لعبة كثيرة كانت موجودة في فرقها واقودها فالد ولسه بسارية وهو قال لا انا مش عايز اكمل ولو تفضل هي رياضة في الاول والاخر مش لازم ان انا اقول لا انت كذا واقول له لا انت لازم تكون معايا لا انت مش عايز تكون معايا والحقيقة النادي الاهلي هو اكتر نادي بيطبق ده الحقيقة انا بقول لكم بأمانة لعبة كتير جدا شفناها في الكرة الطائرة شفنا منعب في الكرة الطائرة لما جاء لي يا جماعة انا مش قادر اكمل ومش قادر استمر مع النادي الاهلي يقول له يا فاندي متفضل مع الف سلامة لعبة كتيرة جدا في الالعاب الاخرى بتكلم عليه خصيني اللعب بيقول له انا مش قادر اكمل بلو هتفضل مع الف سلامة ليه؟ لانه دي رياضة في الاول الاخر فياريت كلنا نتعلم ده ياريت ما نكهرش لعب او نضغط على لعب ونيلعب غزبا عنه ورفقا باللاعبين والاجهزة الفنية وكل منظومة الرياضة خاصة اللاعبين دي الحاجة الحالة كنت حابب اشارك حضراتكم فيها وبنظر لقصة وحكاية احمد بشكل مختلف شوية ورحمة الله عليه وربنا يا رب يجعل ده في ميزان الحسنات وحنا كنا نزعل اول لو كنا نسمع عنه ان هو اخلاقه يعني مش بالرقي ده او بالتواضع ده او بحب الناس لي ده ويكفي شهادة او جناسته قد ايه الناس بتحبه فده شهادة يعني لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني لما بيحب يعني يحسن خاتمة حد او يبقى فيه دليل بيزرع حبه او حب هذا الشخص في قلوب الناس اللي حواليه فالنهار ده لقينا كل الناس بتحب احمد اكيد في مكان كويس جدا واكيد ربنا بيعوضوا على اللي شافوا ولكن العبرة والعظة للبعدي اللي هو احمد كنت بشارك حضراتكم في ده وربنا يرحمك يا احمد يا رب والحقيقة يعني يكفي صورته ويكفي ابتسامته يعني من غير ما تتكلم ومن غير ما يقول هو انت أول ما تشوف يخش قلبك وده قبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى وده رمز من رموز حب الله سبحانه وتعالى ومن قبول الله سبحانه وتعالى لهذا اللاعب ان ربنا وضع في قلوب الناس حبه وجناسته شفناها وشفنا كمية ما فيه لعيبة كتير جدا توفاها الله وهي في الملعب وهي خارج الملعب ولكن كمية الحزن الكبير على احمد تدل قد ايه انه يعني بفضل الله بفضل الله في مكان افضل كتير اه حزنين على فراءه ولكن العبرة والعظة لمن بقي من بعده ولازم نستقلص العبرة والعظة من هذا الموضوع